اتمنى الصورة يعني تكون وصلة لحضراتكم هاني بس بخبر الاوقاف فصل اي موظف يتعطى المقدرات لا ان ده مش الاوقاف انا عايز الخبر ده يطلع من السيد رئيس الوزراء فصل اي موظف يتعطى المقدرات يبدأ اعملوا كشف على كل الموظفين اللي عاملين في القطاع العام ولو نقدر نطبق ده في القطاع الخاص ولو تقدر في السيارات ترخيص العربيات تطلب كشف مخدرات حتى للسيارات الملاكي ايه اللي يمنع انا كمواطن اهو اطلع اجيب لك كشف من مقدرات اني لا اطعطى المقدرات يعني من حارب الوباء المنتشر ته يعني من كتر الناس عارف اللي بتدخن حواليك مخدرات تشعر البلاك كلها بتحشش يعني مش طريقة كده ومنتشر هتخيل مثلا للتضامن حالة 27 سواء اوتوبيس مدرسي للنيابة بسبب تعاطي من وضم مخدرات 27 اه لتعارف لتا دا دا عينة تخلى وانت فتحت بقى وروحت بقى كل سواءين المدار دا دول اللي شايلين ابن وابنك التلاميذ الاطفال اللي سواء اه ضرب وعمل دماغ فطبعا عنده تقدير المسافات زي الزفت وخلاص الدنيا بايزة دا راجل نزل لك مواهوك فيلبس لك الاوتوبيس دا في الحيط ويتصاب ابني وابنك لقد در الله طب ما تطبق القعدة بسرعة حدثة القطر الاخيرة المتاهم الرئيس بيشرب استروكس مخدرات الوباء دا لازم ارادة قوية ان الدولة تكون في حاسمة ما فيهاش يظهر قصدق في بعض المناطق اللي فيها ارواح زي سواءين القطرات اه سواءين النقل العام اللي بيمشوا عالدائري وضرب يعني محدد الغرز اللي بيقف فيها يعني خلونا نطلع فاصل وبعد الفاصل اي شرفني الكاتب الصحف الكبير الاستاذ عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام وحوار ممتد حول ظروف او الحالة الصحفية في مصر الان وحال الصحف في الصحفة الورقية وما قدموا للنقابة في دورته الحالية اللي عتنته خلال ايام هنشوف تقرير